السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله ان شاء الله غادي نوريكم الطريقة باش تسترجعوا كلمة المرور يعني الكود ديالكم ديال ما صار لانه كين اللي مشى له وكين اللي ما عندوش من الاصل يعني ما زال ما توصلش به الى حدود الان اذا ان شاء الله تبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير باش منزقلو حتى خطوة وعلى بركة الله نبدأ الفيديو اه ديالنا اذا اذا نسيت كلمة المرور اي الكود او لم تتوصل به اذا فهذه الخطوات غير بشوية في الاخر غادي نوريكم الطريقة كيفاش تدخلو بالسيتو كيفاش تملؤو الى غير ذلك اذا بنا نعطيكم غير الخطوات يعني مكتوبة اه ادخل على الرابط هالرابط هو هذا غادي نخلي لكم صندوق الوصف الخطوة الموالية اللي هي اضغط على نسيتو كلمة المرور والخطوة اللي غادي تجي اه من بعدها وهي املأ الخانات بمعلوماتك الشخصية ثم اضغط على تحقق والخطوة الاخيرة ستصلك رسالة على بريدك الالكتروني تستضمنوا كلمة المرور الخاصة بك دابا غادي ندخلو باش نشوفو الطريقة كيفاش يعني هاتش اللي شنا دابا غادي نحاولو اننا نطبقوها اذا غادي ندخلو يعني لدك الرابط اللي غير نخلي لكم صندوق الوصف لهذا ادعطيكم يعني اه هاد صفحة هادي غادي نشون لهات صفحة هادي صافي سيديكم لهات الصفحة هادي هيه هاديetah تشوفو كدام دبا اين غادي نشيو ما غادي نشيو ش الاسم الم Beispiel هادي نشيو في الاسم المستخدم وهو ندخلو هنا هنا معدنش حنا ما غادي ناضغطو عليها غادي ايه آي اي ايديونا لهات صفحة هادي صفحة هادي USA اذن ها الرمز ديال ما صار رأي واحد اعتقد بانه رأي عنده الرمز ديال ما صار دياله اذا من بعد هكاك غدي مكتبوا الرمز ديالنا جي ولا اشوار مهم باش كي يبدال الرمز ديالكم وغات تكتبوه كامل وتأكدوا تأكدوا بانه يعني صحيح ومن بعد غات بركو على على بحث من بعد ما غات تضغطو على بحث اديكم لهذه الصفحة هادي ايه هادي اذا ها الرمز ديال ما صار اعطوه لنا هنا يا غي تطلبوا منا انه ندخلوا الاسم بالفرنسية ندخلوا اسميتنا بالفرنسية وتأكدوا بان اسميتكم ما فيها حتى خطأ ثم الاسم بالنسب بالفرنسية عفوا كنيتك اذا ندخل كنيتك هنا وتأكدوا تأيب اسمي يكون فيها تخطأ ثم تاريخ الازدياد تاريخ ديال يديركم انه يكون صحيح اللي عندكم بالحالة المدنية وليه تسجلتوا فيه في المؤسسة اللي انتو ما تسقروا فيها ثم عندكم نتائج اي واحد في كوم راي عنده انها ستوصلة بالنتائج الدورة الاولى ثم بعد ذلك سنضغطوا على تحقق من بعد ما انتغطوا على زر ديال تحقق سيدي او لا سيدينا ل 우 Lauraangen اذا سيبقى يدور يدور ثم بعد ذلك سيدينا hitler عشنو غايقلون ليهنا يا. آآ لقد تم تحليل المعلومات المرجو الإدلاء ببريد ديكم الشخصي من أجل استرجاع كلمة المرور. إذن البريد الإلكتروني الشخصي. ليهو الإيميل اولامي الجيميل. صافيه ادغطوا عليه هنا. وتأكدوا هذا الخطوة مهمة. تأكدوا بأن الجيميل اللي انتم مدخلتم بأنه هو الجيميل صحيح. صافيه لأن هنا فاش غد جيكم الكود ديالكم. رائي لازقلتوا شي حاجة هنا يا. رائي لقد غيمشي لشي جيميل آخر. صافيه. ومن بعد ذلك غدخلوا أرقام. ها؟ ها؟ هم تعتكم هنا واحد الأرقام. آآ غير باش يعني يتأكدوهما أيضا. الروبوت بش ما تكون بش ما ما يكونش يعني روبوت وإنما إنسان هو اللي يعني يدخل على هذا الموقع هذا. هدخلوا هاد الأرقام اللي أعطنكم هنا يا. ثم غدروا إرسال. من بعد ما غدروا الإرسال غايقلوا لكم لقد تم إرسال كلمة المروء السر. تم إرسال كلمة سر إلى بريديكم. صافيه. وغد دخلوا إلى جيميل ديالكم. اللي هو البريد الإلكتروني ديالكم. عادي. وغد يتلقوا فيه بأنه الترسلات لكم آآ يعني رسالة فيها الكود ديال ما صار ديالكم. ثم بعد غد تفتحوا هنا هاد الصفحة هادي. آآ عادي كما في الأول. ثم غد دخلونا اسم المستخدم. ادخلوا هنا يا يعني المعطيات ديالكم. اسم المستخدم ثم كلمة المرور اللي انتم ما توصلتوا بها. لهي كلمة المرور جديدة. صافيه. اذا هادي هي الطريقة باش. ان شاء الله في حالة ما انك ما توصلتش بالكود. او لا يعني مشات لك مشات لك الكلمة مشات لك الكلمة آآ المرور. صافيه لأنه ان شاء الله الناس ديال الثالثة اعدادي بقت لهم آآ واحد يومين باش يدخلو اعمروا الاستمارة ديال توجيه ديالهم. اذا فالاستمارة غادي تكون عبر هاد الموقع اللي هو موقع ما صار. اذا الى كنا نتكون شتساءوا لخليه وليا فالتعليق. وحد موافق لآآ الجميع. وما تنسوش انكم تشتركوا في القناة الناس اللي ما مشتركاش فالقناة اتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد كنحطوه على القناة اللي هي قناتكم قناة الحميدي الى الحلقة القديمة ان شاء الله.